السلام عليكم احين عندنا سؤال رقم 4 من chapter 2 لاحظت انه ويد منكم محصين صعوبة في حال هاي النوع من الاسئلة فاحنا احين نبي الميديان معطينا frequency distribution معطينا class limit to frequency ويابون شنو يابون q2 او الميديان احنا نبي نطلع هاي الشايحين فشنون نقدر نطلع من grouped data احنا عندنا الفورمولا مالاتنا اللي هي شنو px% يسوي a plus nx% minus f1 divided by f2 minus f1 times sigma او ممكن بعضكم يستخدمون الفورمولا px% equals a plus nx% minus f 1 اوكي divided by f اوكي اللي هو نفس اوكي times times sigma في النهاية بتحصلون نفس الشاي بس عشان ما لا اخبطكم عرف انه في اختلاف يعني ان بعضكم يستخدم هاي الفورمولا او هاي الفورمولا اي شيء ممكن تسوينا حتى ممكن يكون n divided by 2 ولا n divided by 4 يعتمد على ال الالا القيومالكم بس في النهاية they're the same formula نفس الفورمولا ما بيأثر عليكم انزين فشنو عندنا هني اوكي عندنا الايه اللي ايه هي اوكي الlower boundary اوكي الlower boundary of the lower boundary of the class containing nx% يعني احنا بنطلع ال nx% والclass boundary ما لذوق الكلاس اللي حصلنا فيه الfrequency اه اللي بيكون اه ال a مولنا اللower boundary ما لأ اوه اوكي بعدين عندنا ال nx% المفوط عرفون شنو نطلعونها بعدين ال f1 في الحالتين بيكون شنو بيكون اه ال f1 بيكون cumulative frequency of class before before شنو ال nx% يعني مثلا اذا في ال nx% حصلنا هني ال less than ولا cumulative frequency كتبناه هني اه حسبنا ان ال nx% مثلا بتكون هني بيكون ال frequency اللي قبل اوكي فنسوي بهالطريقة زين و ال f في هالحالة بتكون ال frequency of class with nx% يعني ال frequency ما له اللي بنحصله هني ما بيكون في cumulative او هني اذا بنستخدم هاي الفورميلا ال f1 بيكون نفسه بس ال f2 بيكون cumulative frequency of class after اوكي فعندنا before وعندنا after فحين شنون بنطبقه في النهاية بقول لكم لا تدودهم من هاي الشيين اعرف ان انا ما اعطيتم 2 formulas بس لا تدودهم منهم اختاروا واحد منهم و just use them بس في النهاية بيعطونكم نفس الشي وانا افضل هاي لانا يعني عشان متلا احبطون زيادة بس يعني ما عاركم ممكن هاي كان ساعة قبل امتحانكم ف ماضي لاخبطكم انزين فهني حينش بنسوي بنطلع cumulative frequency اوكي فهني بنطلع cumulative frequency فبيكون شنون هني بيكون ثلاثة عشرة عشرين اوكي 28 سوري ما يبين هني بعدين 30 اوكي cumulative frequency اوه وهذي اللي بنحصل منهم ذلين 1 2 3 4 اوكي احين الان اكس برسنت ما لنا ان اكس برسنت انعرف الان بيكون شنو 30 والاكس برسنت ما لنا لانا ميدم بيكون 0.5 فهني فهني عندنا الان اكس برسنت يساوي 15 عندنا جزء واحد من الاكويجن اللي نحتاجها فان اكس برسنت يساوي 15 من ذي نقدر نطلع باقي النواقص اوكي فعندنا ان اكس برسنت يساوي 15 وين احين 15 مالنا بيكون في هاي الكلاث بيكون في هاي الكلاث ليش لان اذا انا شفت هني ال20 صح انا شفت ال20 هني فبيكون شنو ال20 منها ال15 فبيدش هني يعني مثلا هني ثلاثة لا لحين ثلاثة plus 7 10 اللي حين ففي ال15 بتكون داخل هاي الfrequency يعني داخل هاي الكلاث عنزين فاحين خلصنا من هاي الموضوع عندنا هاي الكلاث 7 to 9 اللي هو مالنا نبي نطلع الاي اللي هي lower class boundary عنزين lower class boundary فبيكون شنو lower class boundary مال اللي فيه nx percent فبيكون شنو lower class فبيكون high بس هذي المت لانا بالboundary فبيكون شنو 7 minus point five اللي مالي صح حددت انا بالضبط وين nx percent بيكون ف frequency مال high بيكون وين العاشرة اوكي ف f في هالحالة بيكون عاشرة لان انا nx percent في class 79 يعني frequency مال 10 اوكي فهذي ال f اذا ابطلع ال f 1 يعني cumulative frequency مال ال class اللي قبل nx percent يعني انا بروح هني فبروح هني فبيكون شنو يساوي بعد عاشرة انزين فاذا ابي استخدم الطريقة اللي قابل بعف شوية قعد اعداد كم بس يعتمل عليكم انتو وين تابعون تروحون في النهاية بيعطيكم نفس الشي فاذا رحت حق ال class اللي عقب after cumulative frequency of class بيكون 20 واذا i subtract the 2 انا لازم احصل في النهاية هذه الرقم اذا تابعون تشايكون على روحكم وانتو تحلون لازم تحصلون هذه الرقم اوكي ال frequency مال هاي عشان تتأكدون من رقم اوكي من جاوبكم فبيكون شنو f2 minus f1 لازم يساوي f ففي النهاية هذه اذا 20 minus 10 بيساوي 10 وهاي صح انزين بعدين شنو عندي كل شي ما عادة احين ال class interval class interval شون اطلع بيكون lower class هذي minus هذي او هذي minus هذي او هذي minus هذي فشون بحصل مثلا بقول 13 minus 10 فهني بيكون 3 فهذي ال class interval فانا احين عندي كل البيانات اللي احتاجها عشان احصل ال median او ال q2 او ال 50th percentile فشنو بساوي i'll just plug them in في الفورميلا مالتي فهني مثلا بس بحط فهني بيكون px percent يساوي px percent مالي 50 percent 50 percent يساوي ال a مالتنا قلنا 6.5 plus nx مالنا 15 50 minus ال f1 لازم يكون اقل من لازم يكون اقل منا من ال 15 فبيكون اللي قبل اللي هو 10 في الموقل لنا f1 هو 10 ازين بعدين 20 minus 10 او 10 سيدة يعتمد عليكم احني بحط 10 times 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 3 من ال interval اللي عندنا هني فبيكون شنو 6.5 plus 5 divided by 10 times 3 او 8 المفروض يعني المفروض بالحاس بتحصلون هاي الشي بس الطريقة هاللون ان شاء الله شوفوا اذا تغيرت ال x percent الشي الوحيد اللي بتغيرونه يعني مثلا انتابون ال 90 percentile بس بتغيرون هاي ال step هنا فبيكون مثلا 30 times point 9 وبتغيرون على هالأساس وان شاء الله الامور تتيسر موسيقى